حدثنا روح ومحمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم معقل الأسادية أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وجمالي أعجف فما تأمرني قال اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحريث قال أرسل مروان إلى أم معقل الأسادية يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكرة فأبى فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله وقال عمرة في رمضان تعديل حجة أو تجزئ حجة وقال حجاج تعديل بحجة أو تجزئ بحجة حدثنا أبن نمير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكري بن عبد الرحمن القرشي عن معقل بن أبي معقل معقل أن أمه آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فذكر معناه حسنا عبد الرزاق قال أخبران معمر عن الزهري عن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن امرأة من بني أسدي بن خزيمة يقال لها أم معقل قالت أردت الحجة فضل بعير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في شهر رمضان تعديل حجة حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عبدي بن عبد الله بن الزبير عن الحارث بن أبي بكري بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامين عن أبيه قال كنت فيمن ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل قال وكنت فيمن دخل عليها من الناس معه وسمعتها حين حدثت هذا الحديث حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا هشام هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقل ابن أم معقل الأسدية عن أم معقل الأسدية قالت أردت الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم معقل أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرة في رمضان تعديل حجة حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبي زيد مولى ثعلبة أخبره عن معقل ابن أبي معقل الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة نيل الغائط والبول